في أرض التقني الذي خلفه أول شطر من عمر البطولة الاحترافية لابد من التوقف عند نقاط مهمة أخرى ميزت 120 مواجهة خلال 15 دورة البداية برقم مهم في معادلة كرة القدم المدرب انتهاء مرحلة الذهاب أفرز 13 مدربا محليا مقابل مدربين أجنبيين فقط على رأس الإدارة التقنية لكل من الرجاء البيضاوي ووداد فاس وللإطار الوطني رأي في تقييم اللمسة الأجنبية وكنتظن هذه المسألة كانتظروا عليها أكثر من عشرين عام ونتمنى على أن المسؤولين غير يفهموا بأن المدرب الأجنبي راتك يكون ضعيف حتى يأتي الفوتبولة مطار حتى الكورة غادلوروا احنا لسنا ضد المدرب الأجنبي طعب ولكن اللي غير يأتي فيه الكورة المغربية ويأتي كلنا لعبين في أعلى مستوى فأنا ضد المدرب اللي يأتي يختبئ في البطولة الوطنية برصة المدربين عرفت حراكا كبيرا عند بعض الأندية فيما البعض الآخر اختار الاستقرار شعارا للمرحلة عشرة أندية احتفظت بالإدارة التقنية ذاتها أبرزها المتصدر الفتح الرياضي الذي بدأ الموسم رفقة جمال السلامي الذي ما زال على رأس الفريق والمغرب الفاسي الذي تألق في عدة محطات رفقة رشيد التوسي المغرب التواني بذوره ما زال مقتنعا بعزيز العامري الذي يحسل معه المركز الثالث حسن الرقراجي أيضا أحد الأطر الوطنية التي فاردت نفسها داخل شباب الريف الحسيمي الأمر نفسه ينطبق على عبد الرحيم طاليب رفقة النادي المكناسي وجواد الميلاني مع الدفاع الحسني الجديدي ومصطفى الدرس الذي يسير بأمان رفقة الاتحاد الزموري للخميسات فيما أولمبيك أسف عاد لنتائج الإيجابية مع عبد الهدي السكتيوي الذي يدرب الفريق منذ الموسم الماضي النادي القنيتري مستمر على عهد عزيز كركاش وشباب المسير على غير عادته ينهي النصف الأول من البطولة رفقة فؤاد الصحابي في الفئة الأخرى بطل المغرب الرجاء بدأ الموسم بانفصاله عن مدربه محمد فاخر عوضه بالروماني إيلي بلاتشي فالفرنسي المدرب الحالي للفريق بيرتخون مارشون الوداد البيضاوي بدوره فسخ عقده بسويسري ميشيل دوكاستل لكنه ما زال في دوامة البحث عن قائد للفريق بعد أن تراجع فاخر عن التوقع له عبد الخالق اللوزاني حل أيضا خلف ليوسف المريني بأولمبيك خريبغا ومصطفى مديح عوض أوبيرفولود بالحسنية أخيرا الجيش الملكي لم تتغير نتائجه بتغيير مدربيه لكنه متفائل بالمستقبل رفقة جمال فتح الذي تلا مصطفى مديح غير بعيد عن عالم المدربين الوجه الآخر لعملة كرة القدم يتمثل في اللاعب هنا أيضا حضرت اللمسة الأجنبية لكنها تظل دون إجعاع كبير على مستوى الهدفين مثلا فقط أرنول سيمين وكارل ماكس من يتواجدان بالمركزين الثاني والثالث الكاميرون سيمين سجل رفقة الشباب الريف الحسيمي سبعة أهداف فيما تشادي كارل ماكس وقع للدفاع الجديد ستة شق آخر يجب الحديث عنه الملاعب الوطنية ليست كلها مناسبة لإجراء مباريات كرة القدم فباستثناء الملعب الكبير بفاس مثلا ومركب محمد الخامس بالبيضاء والملعب البلدي بالقنيترة تظل الأسئلة قائمة حول إمكانية إصلاح ملاعب أخرى على غرار مولاي عبد الله بالرباط وملعب الفصفات بخريبغا والانبعاث بأجدير والملعب الشرفي بمكناس الملاعب السابقة الذكر وأخرى هي حتما معقل لأنصار الأندية هنا أيضا يظهر عامل آخر بمنظومة الكرة اللاعب الثاني عشر الموسم الحالي شكل حضورا جماهيريا استثنائيا ببعض المواجهات والحديث سيكون بالطبع عن مباراة الديربي لكنها ليست المباراة الوحيدة الماس أيضا كسب جمهورا عريضا بعد تألقه محليا وقاريا فيما جماهير الكدامة التي اشتاقت لقسم الأدواء أصبحت تضفي فرجة بالملعب الشرفي دون نسيان جمهور الكاك والأمر نريده عاما في باقي مدرجات الملاعب أشياء وأخرى بدأت تعطي إشارات واضحة عن ملامح الاحتراف المنشود لكن التساؤل يبقى مطروحا حول المدى الذي وصل إليه خصوصا في ظل بعض الانفلاتات الجماهيرية والمشاكل المادية التي تعاني منها بعض الأندية